في المغرب معطيات للمندوبية السامية للتخطيط تؤكد الوقع السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد على سوق الشغل دوليا بأديس أبابا انطلق أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والتي تسبق الدورة الرابعة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد وتتابعون في النشرة أيضا منافسات بطولة أفريقيا للعبين المحليين المنتخب المغربي يتأهل إلى النهائي عقب فوزه على البلد المضيف الكاميرون برباعية نظيفة مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة كافنكا تيفي بطمجة أشهدت الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمدنا السادس لحماية البيئة أمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو أشهدت بالالتزام الشخصي والفعال للعاهل المغربي الملك محمد السادس بقضايا المناخ والبيئة وفي كلمة لها عبر الفيديو بمناسبة حدث الرفيع المستوى يعلن عن إطلاق عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات لخدمة التنمية المستدامة رحبت الأميرة بهذه المبادرة التي تم تنصيقها من طرف اليونيسكو والتي تعكس الوعي بدور المحيطات في تاريخنا وأهميتها لحاضر ومستقبل البشرية وقالت الأميرة للا حسناء بأن هناك التزاما شخصيا وفعالا للملك محمد السادس الذي اتخذ مبادرة إنشاء مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تتشرف الأميرة برئاستها وأكدت أنه بفضل ريادة العاهل المغربي باتت الطاقة المتجددة في المغرب تمثل أولوية أساسية في المغرب دائما وقعت المملكة ومنظمة الأمم المتحدة لسياحة العالمية أمس مذكرة إعلان نوايا لتنظيم الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لهذه الهيئة الدولية بمراكش خلال الربع الأخير من سنة 21 و2000 وقد أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا مباحثات مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب كيشفلي وخلال هذا اللقاء استعرض بوريطا التجربة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 مسجلا عزم المملكة مواصلة تعاونها مع منظمة السياحة العالمية من أجل إعادة تقويم قطاع السياحة الوطني باعتباره محركا للتنمية المستدامة من جانبه نوها كيشفلي بتمركز المغرب كوجهة سياحية رائدة في القارة الأفريقية وهو تمركز مبني على الاستقرار وفراء التراث الثقافي وتنوع العرض السياحي للمملكة مؤكدا التزام منظمة السياحة العالمية بدعم مخطط الإنعاش ما بعد الجائحة والاستراتيجية السياحية الوطنية في خبر آخر أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة في المغرب ارتفع بـ 2.7 بين سنة 19-2000 وعشرين وألفين وأوضحت المندوبية في مذكرة حول وضعية سوق الشغل بالمغرب أن هذا المعدل انتقل من 9.2 إلى 11.9% ما يعني أن الاقتصاد الوطني فقد 432 ألف منصب شغل سنة 20-2000 بسبب تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وموجة الجفاف التي أثرت على الموسم الفراحي تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في تقرير نجوى البقالي في مذكرتها حول وضعية السوق الشغل بالمملكة أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع معدل البطالة هم جميع فئات السكان وهو ناتج لزيادته في كلا الوسطين حيث انتقل بالوسط القروي إلى 5.9% وبالوسط الحضر إلى 15.8% وهم ارتفاع معدل البطالة جميع فئات السكان حيث ارتفع بـ 2.9% لدى الرجال متنقل من 7.8% إلى 10.7% وبـ 2.7% لدى النساء متنقل من 13.5% إلى 16.2% من جهته ارتفع معدل البطالة لحامل الشهادات بـ 2.8% متنقل من 15.7% إلى 18.5% في حين سجل أعلى ارتفاع لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 سنة و24 سنة وارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ 322 ألف شخص بين سنتين 19 و2020 و2000 متنقل من 1.107 ألف إلى 1.429 ألف عاطل وهو من يعادل زيادة قدرها 29% وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 224 ألف عاطل بالوسط الحضري وـ 98 ألف بالوسط القراوي وهم هذا الارتفاع بالأساس الأشخاص الذين سبق لهم العمل من جهة أخرى ارتفع حجم الشغل الناقص بشقه خلال هذه الفترة من مليون إلى مليون و127 ألف وهكذا ارتفع معدل الشغل الناقص من 9.2% إلى 10.7% على المستوى الوطني ومن 8.3% إلى 10.1% بالوسط الحضري ومن 10.4% إلى 11.6% بالوسط القراوي في جديد الوضعية الوبائية بالمغرب أعلنت وزارة الصحة مساء أمسي تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما أعلنت عن تعافي 933 حالة شفاء وأربع عشرة حالة وفات أو أربع عشرة حالة وفات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كورونا اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 473 ألفا و 477 حالة بينما ارتفع مجموعة حالة الشفاء التام إلى 451 ألفا و 780 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8 323 حالة وفات فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات والمستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا 308 ألف و 398 شخصاً دولياً مشاهدين نذهب إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث انطلقت أمس أشغال الدورة الثامنة والثلاثي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عبر اجتماعات افتراضية بمشاركة وزراء خارجية الدول الأفريقية تمهيداً للقمة العادية الرابعة و 30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد والتي تنعقد هذه السنة تحت شعار الفنون الثقافة والتراث رافعات لبناء أفريقيا التي نريد ويمثل المغرب في هذه الأشغال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطا وتبحث أجندة أعمال المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته المختلفة واستجابته لجائحة كورونا كما سيتطرق الاجتماع الذي يستمر اليومين للتقرير المرحلي عن تشغيل مركز التمييز الأفريقي للأسواق الشاملة إلى جانب تقارير لجاني الفرعية والمتخصصة للمجلس التنفيذي ومن المنتظر أن يشهد الاتحاد الأفريقي في قمته المقررة السبت والأحد المقبلين انتخابات مفواضيته الجديدة والتي تشمل الرئيس ونائبه وست مفواضيات أخرى في تخصصات مختلفة دولياً دائماً نشرت آلية كوفاكس المعنية بتوزيع عادل للقاحات ضد الفيروس كورونا المستجد وخصوصاً على الدول الفقيرة كشفت عن قائمة البلدان الأولى التي ستتلقى اللقاحات والكمية التي ستحصل عليها في النصف الأول من العام 21 و2000 وأوضحت اختصاصية التلقيح في منظرات الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو أوضحت أن توزيع اللقاحات سيتم بالتناسب مع عدد السكان في الدول المائة والخمسة والأربعين المدرجة على قائمة كوفاكس وبحسب هذه اللائحة فإن الدول التي ستتلقى أكبر عدد من الجرعات خلال النصف الأول من العام الجاري هي الهند ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا والبرازيل وبنغلاديش وسيتم توزيع ما يقارب 337 مليون جرعة بصورة إجمالية ستمكن من تلقيح 3.3% من سكان الدول المائة والخمسة والأربعين مع التركيز على البواطنين الأكثر عرضة للمرض ولسيما أعضاء الفرق الطبية نختم مشاهدين بالخبر الرياضي تمكن المنتخب المغربي للمحليين أمس من الفوز على نظيره الكاميروني بربعية نظيفة في المباراة نصف النهائي كأس أفريقيا لللاعبين المحليين وفرض مهاجب الرجاء البيضاوي سوفيان رحيمي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلائية في الدقيقتين الأربعين والرابع والسبعين رافعا بذلك رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة ومن المتوقع بعد هذا الفوز أن يواجه المغرب منتخب مالي يوم الأحد القادم وتوج المنتخب المغربي بلقب النسخة الخامسة التي استضاف على أرضه عام 18-2000 بفوزه على نيجيريا بربعية نظيفة في المباراة النهائية ليصبح ثالث منتخب عربي يتوج بلقب البطولة بعد تونس بطلة النسخة الثانية عام 11-2000 على أرضها وليبيا بطلة النسخة الثالثة عام 14-2000 في جنوب أفريقيا ختام نشرتنا تفاصيل أوفى عن أخبار العالم تجدونها على موقعنا الإلكترونيكا تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر